ترأس محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيدي بالمحافظة ساحلا وواديا لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة وخلال الاجتماع الذي غاب عنه وكيل وادي حضرموت أكد المحافظ بن ماضي أن قيادة السلطة المحلية حرصت على عبد هذه الاجتماع الاستثنائي لمدراء المكاتب التنفيذية بالساحل والوادي للتأكيد وحدة حضرموت وتنفيذ برنامج العمل وفي مقدمتها العمل بروح الفريق الواحد وردم الهوة وتحقيق التقارب مشددا على الانضباط والاتزام الوظيفي لجميع قيادات الإدارات الحكومية والعمل وفق النظام والقانون قائلا سأكون قبلكم ملتزما بالدوام اليومي وبالنظام والقانون وعلى الجميع جعل المواطن في أولوية مهامه والعمل على خدمة وتسهيل معاملاتهم وتجسيد مبدأ الشفافية هذا واستعرض مدير مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الوادي والساحل خلال الاجتماع نشاط مكاتبهم والصعوبات التي تعترض سير عملها